علي الحلوة مساء الخير مساء الخير علي علي بين 1987 و 1991 شو كان وضع علي الحلوة كان وضعه ميت قانونيا انا نعم انا كنت ميت كيف ميتي هاي ورقة بتفيد باني انا مفقدت من مختار كتب شو اللو افادي بتقول انا الموقع ادناه ميت نعم يعني متوفق قانونا قانونا انا مش ميت انا مسافر كنت مسافر انا وين سفرت من الثلاثة وثمينيل سفرت عالجزائر ومين اعلن وفاتك انت سفرت متوصلت مع العيلة زوجتي لا ما في اتصال ما عندهم تليفون بالبيت والمراسيل كانت تقريبا شبه واقفة بعد قدي وقت قلت لي زوجتك زوجتي نعم بعد قدي من وقت زوجتك اعلنت وفاتك سبعة وثمين اعلنت وفاتك وراحت لعند المختار وجابت اثنان شهود شهدوا بان انا توفات بالجزائر وراحت بحثت على النفوس عملت طريقة دفعت مصاري ما دفعت مصاري ما بعرف انا انا مني موجود كنت بس حسب ما بيحكوا لي تم تسبيت الوفاة بالسجلات النفوس بطرابس يعني هو اجمال عادة بعد اختفال اكثر من خمس سنوات دون اي اثر او اتصال او عشر سنوات لاقرب المؤربين من الشخص المختفة تقدم بطلب فقداني للمحكمة الشرعية وفي حال ثبتة ذلك تم اصدار شهادة وفاة بمثابة اعلان وفاة لهذا الشخص اصدر وسيئة وفاة بس هني كيف اثبت اول شي انك مختفى ناني شهود بعدين خمس سنوات انت قل من خمس سنوات اختفيت اه بس انت هو عقور ريح مين تركت بلنات مرتك ولي في ولاد عنده في ولد وبنت كان ما اسألت عن ولادك خمس سنوات كيف ماما قطعت اتصال قلت له ماشي نسافر قلت لي لا مبروح انا حدا اول ما تسافر بس انت وهنيك ما قدرت ابدا تواصل معهم بالحرب كتير مناس تواصل معهم مرتين شهران تعريبا وانقطعت وانقطعت بس كتير عالم تواصلت مع اقربائها بالحرب ضلت عم تتواصل معهم في ناس قدرين في ناس انا بغاكم تقدر مش قادر كانت رجعت امتى رجعت عربنان بالتسعة وثمينين رجعت عربنان لما رجعت عربنان اي واقع اكتشفته انه مرتي كانت مخطوبة اه اه يعني انت ما كان في اثر من بلا اي اشارة حياة فترة اربع سنوات لزوجتك زوجتك اصدرت وسيئة وفاة ليه اصدرت وسيئة وفاة؟ منشان تقدر تجوز ومنشان تدخل الولادة بالايتام الداخلية بعد الزكاة تشاهدوها يعينوها الى اخرى هادي الحجة هي براسة ده ما بقى رح ترجع رجعت انا ثم من عرفت اني انا جاية تركت خطيبة اه وكيف تعمل توجه هنا ما فيها توجه هنا وعشت معها اين تكتشفت انك انت متوفى على الوراق؟ بعد سنتين هي ما خبرتك انه وفتك؟ لا ايه؟ ولا جابت سيرة ابدا وكيف اكتشفت انه وفتك؟ رحت عالنفوس ايه؟ بلا اعمل اخراجات بيقدمهم اعمل باسبور قوليني متوفى انت فرجيني مأمر النفوس استجل قالي لك وفات سنة 1900 وكذا وكذا مين وفني؟ قال لي ما معرف رحت سؤال مين وفتك؟ رحت لعند المختار قال لي والله اجت مرأة زوجتك بعتقدي ومع مرأة تعصيرة قال لي هاللي طلبوا مني افادة بالوفاة وعملت له ان ياهو شهدوا تناموا الطريق ماشيون بالطريق تعال عام خد لك عش اللي روت شهد معنا شهد معا صورة للوفاة الرسمية ضفعت لك الصدمة الاكبر الصدمة الاكبر اليك علي كان انك انت اكتشفت انك انت متوفى قانونيا قانونا على الاوراق الرسمية او الصدمة الاكبر كانت انه زوجتك خطبت بغيابك تنامت لبعض تنتيمت لبعض حسيت حولي انا صرت ملغي بتهتم المجتمع هلا انا مفصل عنها اليوم انت شو وضعك العنوني هلا وضع العنوني سليم شلنا دعوة واسترجعنا اعودت القايد وكلشي وعملنا محاكم وعملنا مليون قصة فيها عايش الحمد لله عايش الحمد لله على السلام شكرا اليك علي اذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير ولم زيدنا الفيديو سبسكرايب بقناة مالك مكتب الرسمية ترن اون نوتيكيشنز لتعرفوا كل شي حصري بسرع القناة تابعوني على كل منصات السوشال ميديا اشتركوا في القناة